أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان سلام ونعمة المسيح مع جميعكم في هذه الحلقة سنتكلم عن ما هو موقف الكنيسة ما بعد الكورونا بعد هذا الوبء الخطير جدا لكن حقيقة توجد أوبئة روحية أشرص من الأوبئة المنتشرة في هذه الأيام ولسيما وباء الكورونا أكيد بتوافق معي كثير أمور اتغيرت بعد الكورونا إما للأفضل أو للأردى طبعا الكورونا غيرت كثير في المجتمعات في أسلوب تفكيرنا، في الدوافعنا، في حياتنا، في مواقفنا، في قراراتنا، في اختياراتنا وطبعا الكورونا سببت ألام، ألام كثيرة ألام نفسية، ألام جسدية، ألام اجتماعية من التباعد الاجتماعي طبعا في كثير من الدول بعدها بتصارع في العلاجات والفاكسين أو التطعيم اللي المفروض يعني يمارسوه أو يعملوه لكن في معظم المجتمعات ولسيما مثلا أمريكا، كندا، أستراليا، أوروبا دول كثير من الشرق الأوسط، دول آسيوية كلها يعني عم تتغلب شوي شوي على هذا الوباء الخطير بغض النظر شو نظريتك أو شو تفكيرك في موضوع التطعيم هذا ليس حديثنا، لكن كلنا متفقون أن هذا الوباء فعلا سبب أمراض غير، مش بس الأمراض الجسدية وحقيقة فقدنا كثير من أحبائنا، كثير خدام انتقلوا وسافروا عند الرب كثير من أحبائنا في كل مكان اللي ماتوا بسبب الكورونا وطبعا اللي بشاهدنا بغض النظر شو خلفيتك إحنا منصلي أنه ربنا يعزيكم، ربنا يبارككم، وربنا يعود أضعاف عن كل الخسرات في الماضي طبعا ما في شيء بعود عن النفس الإنسانية بتظل أي شخص سواء كبير أو صغير غالي جدا على قلوب أفراد العيلة رغم أن العلاج عم بتم في كل مكان ومنحاول أن ترجع الأمور إلى ما جريها إلى طبيعتها لكن ما زال العديد من الناس بصارعوا في موضوع الخوف بتشوف العلامات المصاحبة للخوف مثل الحيرة، مثل الارتباك، مثل الشكوك هل هو فعلا صنع بشري؟ وليه فقدنا كل هالملايين وخسرات اقتصادية بما لا يقاس؟ وتركت نوع من الأثار الصعبة أنه بطلت الناس تثق في أي شيء صار كل شيء بالنسبة للناس مجهول وغير مصدق وهذا كله بسبب هذه الجرثومة فابقوا معي أحبائي رح نواصل حديثنا عن هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر